لا مش مستعد ومش عاوز اروح كان لسه يزعق فيه بس جدته غمزت له عشان يكون هدي معاه طيب انت جربت المدرسة عشان تقولي عاوز ولا مش عاوز وبهدل مش عاوز اروح واشوف حد تاني غيرك انت ونناه صبرني يا رب قرب كده طب هقولك على حاجة نعم ادي لي قربت ايه رأيك فيه مش بطال محمد بغز في نفسه اه يا ابنر خلني صبر عليك الشويتين دول قصدي يعني مش عاوز يبقى معاك فلوس كتير واتكون راجل مهم لا مش عاوز منها ورسك واخد فلوسك كلها ساعتها هبقى غني ومشهور بص محمد لجدته وهو مصدوم وهو رح يلاف سطواتي لا كده كتير قوي قوي كمان حد يشيل الوات ده من قدامي بدل مغضف العربية وارميه في الطريق السريح على قرب صندوق الزبالة بدل مودي المدرسة اهدى بس يا حبيبي وهو هيسمع كلمك بإذن الله اهدى مين ده هيجب لي شلد ربع وانا وقف مكاني نفسه فهم ده طالع لمين الجده بتريعه؟ طبعا طالع له ده نسخة منك يا ابني انا؟ اما انا يا ابني شوف بس واتعلم خد يا آدم تعال يا حبيبي نعم يا ننا عارف البنوتة اللي اسمها هايا اللي كانت في الكتز كورنر بتاعت المطعم اللي أكلت فيه من أسبوع ايوة طبعا يا ننا اصلي عرفت من مامتها انها تكون في نفس مدرستك اهدى بفرحة انت بتتكلمي بجد يا ننا اه يا حبيبي بجد بس يا خسارة مش هينفع بقى ليه لا خسارة وانا مش هينفع اصلي انت بقى مش هتروح المدرسة هوه هوه مين قالك ان انا مش هروح انا رايح اهو مع بابي دلوقتي حلم كمان يلا يا بابي عشان انا تأخر على الاسكول اطلع يا حبيبي دلوقتي هات الشنطة بتاعتك حاضر يا ننا محمد مصدوم من اللي بيحصل قدامه هوه كانت بتضحك عليك جدا وبتقوله اقفل بقك يا ابني لحسن الدبان يدخل فيه من صدماتك نفس افهم الودة طالع لمين بالشكل ده يا ابني ديفولة وتقسمت نصيه انا وربنا ده انا غلبان قدام عميل الصودة اللي بيعملها فينا انتو بتتكلم علي وواكونا بتتكلم فاهمين؟ يلا يلا استاذ قدامي راكبوا العربية وبعد نص ساعة كانوا في المدرسة اهلا اهلا يا محمد بيه قرب منه محمد اهلا بسطواتي اهلا بسطواتي اهلا بسطواتي اهلا بسطواتي اهلا بسطواتي